اشتركوا في القناة 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 اليوم قاعدين يستعملوا فهم ضدك مثلاً تعدد الزوجات أنك معه أنه لماذا؟ ما مش ضدي بالعكس ديورها الانهارين هذوما عاودوا رجعولهم فيديوهات تم تصويرها من الدوامة مكتوب عليها يا تسيبوا تعدد الزوجات يا تصحب لحقيقة أنتم تشوفوها ضدي أنا نشوفوها بالعكس يعني اليوم العبيدة اللي تحب تعدد الزوجات هاوك عندها شربها والعبيدة اللي تحب تصحب هاوك عندها شربها بالعكس أنا باركة لو فيه العبيدة اللي خادت دوامة الرئيس اللي يوفر شرب التوانسة أنا الرئيس اللي يعتقد وهذا معناتها حاجة يزمهم التوانسة يفهموها أن يفهم التوانسة وخاصة أن قريب برشة من التوانسة ومن الانتظارات الحقيقية بدون النفاق الظاهر في الوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الأخلاق قوي والسياسي واللي ثم نوع من المزايدات اللي أنا نعتقد أنها زايدة من بعد لك أنك تتهمني يعني كما مثلاً في الهجمة الأخرانية وهي مش اللولة ومهيش مش تكون الأخيرة معناتها تلقى فريق يتهم فيها بالمحافظة الأوفر وإني نهضاوي وإني عصفور وأناك الحكاية هذه وتلقى الفريق الآخر أني سوكيرجي وإني متعنسة وإني حتى حاجات أخرى اللي أنا تنتمي إليها جملة وهذا لا يقلقني وهذا لا يقلقني وهذاكش معناتها العيش المشترك بالعكس أنا نقول اليوم أنا وقت مش نكون رئيس مانيش مش نكون رئيس بدماغي أنا مش نكون رئيس بانتظارات وتطورات وتصورات مجموعة كاملة قاعدة تشتغل كما لا يمكن أن نزار الشعري يكتب في الكلام اللي قاعد يقول فيه إذا كان يكتب هو في الكلام اللي يقول فيه يعطيه الصحة وعندكم رئيس يعرف يكتب وإذا ما هوش هو اللي يكتب في يعطيه الصحة لأنه عندكم رئيس عنده مجموعة من المستشارين ويعطي ثيقة في المستشارين بتاعه وقاعد يوصل في كلام المجموعة إذا نزار الشعري هو جزء ظاهر من جبل الثلج وانتي بكش مش تشوفه حتى لو كان تلوج عليه جبل الثلج هو اللي يكتب نزار الشعري؟ كما قلت يعني لو كان كان هو يكتب حاجة جميلة جدا وإذا كان هو يسمع في الناس اللي قاعد يستشير فيهم وقاعد يقدم في عصارة عمل جماعي فهذا أحسن وأحسن وبركة لو فيها الشي اللي يعمل فيه يا أخوفي يكون جبل الثلج هذي كما جبل الثلج اللي غرق تيتانيك وتكون تونسية تيتانيك إن شاء الله ليه تيتانيك شفناها في زيد ديبات تونيزية عملها في طريقة أخرى تجم تشوفوها على الصفحة متاعه وأنا بعيد ياسر على تيتانيك إن شاء الله سأكون من المنقذين للتيتانيك من المنقذين للتيتانيك تونس اليوم سيد نزار الشعري وترى روحك إنك تنجم تكون حل قادر نزار الشعري في فترة يحسن الوضع مثلا كنت أسمع اليوم السيد سافي سعيد ساهم تاخذها بجدية مرشح جدي ضدك؟ أكيد لأنه هو أيضا كان مرشح في 2019 واسافي سعيد موجود من مدة في الساحة السياسية وكل المرشحين بتبيعة نحن نعرفه مثلا في 2019 تم تقريبا تسعين واحد ترشح قاوم منهم سابع وعشرين اللي فيهم خمسة أو ستة يعني منافسين جديين والتسعين هذوكم لازمين على خاطر في فن الاتصال ثم حاجة اسمها لفوناتر دوفيرتون ثم عدد كبير من الترشحات ستكون فيه خضم الفوناتر دوفيرتون اللي ما يعرفش نيه الفوناتر دوفيرتون يمشي لشيخ جوجل ويكتب معا نيش الوقت باش نحلو هذي كل يعني سي تكنيك العملية ماش صعيبة راهو كيما تفضل سيحسننا قبيلة وقال ما يسبق للسوق كلمة للشعب نتصور انه اليوم دجا اتخنا في سنة انتخابية بيه وفرضنا نسق واليوم ثم عباد والتي تتشجع ويخرج ويقول لك لجدية الترشح أو لعدم جديد وهذا مش إشكل ويقدم حتى مشروع وهو سرياض قال بحذيك انه الأسبوع الجاية وحيك انك مستمع وفي حتى في الكواليس انا بالنسبة ليا قاعدين نمشيوا في أمور جيدة اتركوا الأمور تاخذ معنتها مجراها وبإذن الله قربت الحكاية يعني احنا نتمنى ونا تصير في وقتها الانتخابات انتي ما اعتقادك شنو بش تصير في وقتها ولا فما وفما تخوف ادعو انها تصير في وقتها لانه التوانسة بالطبيعة ولكن ايضا القوة الصلبة تعالى بلاي تعرف انه مهم ياسر انه الانتخابات هذية تصير في وقتها باش العهدة هذية بعد ما خدمت اللي يزمها تخدمه تنتهي زدها في وقتها باش نتعدى العهدة جديدة عهدة البناء وعهدة تونس اللي نحبوها واللي نتمنى بيه سافي سعيد هنا احنا نحكي وعليه قلنا قال ستة شر أولى لتكريس المحكمة الدستورية ومن اول قرارات اللي نخدم هو الاخلاء السجون من ممن اعتبرهم سجناء راي وسجناء سياسين الكلام هذي مذكور في بيان توضيحي موجود على صفحة متاعية توقيت قريبا 15 يوم قاروس المنظر الزنيدي كيف كيف كلمته سيدة لطف المرايح الدكتور كيف كيف قاله فيك ثم اجماع على انه وضعية نقص في الحريات او في استعمال القضاء بصفته التنفيذية اليوم حتى يرجع الى صفته السلطوية الثالثة المنفصلة عن السلطة التنفيذية باستعماله في شكل الحق العام ليه هو حق ولا هو باطل اريد به حق ولا عكس وحق اريد به باطل اذا انا اعتقد انه هذا الكل عادي جدا انه اليوم يزمنا النقي والمناخ الانتخابي والمناخ السياسي اللي موجود في البلاد وعادي جدا انه كل اللاعبات اللي قاعدة اليوم موجودة في الساحة تونيدي بنفس الاشياء اولا المحكمة الدستورية وحنا هذان ما ذمنا لو كان الرئيسي عملها قبل ما نمشيه للعهدة جديدة يعني علش نستنيه حتى تكون معناتها حاجة انتخابية علش ما يجمش عملها الرئيس ويابل في البليلغات سيد الرئيس اعملنا المحكمة الدستورية سيد الرئيس اعطينا وقتاش مش تصير الانتخابات سيد الرئيس خنا قيو المناخ تاريخ الدعوة يعملها الرئيس نزيه تعطي نصوص ترتيبية كل حاجة في احنا حاشنا بالدعوة اه دعوة هي ويسمع منك الرئيس في هالي اخر فيديو وقت اللي عملت قلت فم تذيق علي وعلى عائلتي مبات قلت مشكورة تدخل مباشر خستان انه الرئيس مثلا شفت بعض الجمل اللي نقول فيهم في خطاباتي اللي تفضلت وقلت مشاهدين اليوم موجودين في بعض النصوص الاخرى للرئيس ولغيره يعني هذي يو ظهر متأثر حتى بالرئيس هتتحكي بالعربية الفصحة اولا العربية الفصحة هذي خلنا نعطيه تفسير لبعض الناس هو احنا في الفيديوهات تلقى ثم بالعربية الفصحة تلقى بالدرجة ثم بلغة الشباب وخاصة فيما حتى بالفرنسي وبالانجليين موجودين كلهم في الباجران تلقى إذن فيما حاجة اسمها لنيفو دو كومينيكاسيون ولكل مقام مقال ثم عملية متاع استبلاه بعض المحلين وإلا بعض المفسدين يحبوا يوريهمها موجودين لأنه شوف في كل الحالات انتي مش تتقدم ثم عبادي مش تكون هيترز هيترز جونا هيت كيما يقول مثلا الانجليز بالنسبة لي أنا مش يجي يحب يتفهك أو يحقرك أو الطرق سهلة ياسر أولا عوض يحكي لك على الأفكار متاعك يمشي مباشرة يحكي على شخص يحكي على عاداتك وتقاليدك ويحاول يلبسك حاجات انتي ما فيكش اليوم سهل ياسر اليوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي منبيل الأشياء ثم يقول لك نزار الشعر يستغل كوميونيكاتور ستان اكس بيروم كوميونيكاسيون مانيبولاتور يقوله حتى نفس الوقت يجي يقول لك وأخطأ في الموضوع الفلاني وأخطأ شوف أنا أتذكر حكاية سارة البيكاسو الفنان الكبير نهار من اليومات جاه واحد حبي يعني يضحك معها ويستفزه قال له بربي انتي تعرف تصورتوا نهار تصورنا بالمربعات وفي الفترة التكعي بيّن تاع بيكاسو تصور بالمربعات وبالمثلثات وواحدة كل شي يعني يا أما ما تعرفش تصور يا أما نسيت كيفاش تصوى عمل هكا شديدوا بيكاسو وصور فيها شوية حبوب متاع قمح وعطاهم للجاجة قدامه والجاجة شافتهم حبوب قمح وكيت بشي تنقر قال له اليوم المفروض تفهم إنه ثم عباد تلمو عملت اكسبرتيز في الدومان المتاحة اللي عيب تولي تحكي عليهم معنا واذا يكلمك مواجه لشكون خاصة مواجه للي حب يلبس مساء إنها جبه تن بمانا نحكي وعاش بب معنا تمواخر أنه ولات معتهم مام الجبه اللي هي فخر لأيتونسينا نحب رئيس تونسي لبس الجبه تنصي وسيد لطفي المرايحي ولي حاجة فخر لنا معنا ولا نشكر سيد لطفي المرايح على أنه يكون تبدلنا في نفس النهار نفس الفكرة ولا دليل لنا فكرة جيدة بما أنه ما تناقشناش فيها لا للأسف لا ولكن البتاتر بعد الانتخابات لأنه كل الأصوات يزال ما تكون ملمومة أنا أعتقد أنه يزالنا نلموا الناس الكل لأنه ما هيش عركة الانتخابات لها عركة مع الرئيس الحالي ولا يبد أن تكون أيضا ما هيش عركة مع الرئيس الجاي احنا في تونس يزالنا نعمل مع بعض على أنقاذ تونس وازدهار تونس من هو نزار الشعري هذي الشخصية الغمضة؟ متقول ليش نزار الشعري أعليمي ورجل سياسة ورجل أعليم ناحي لهذاك من هو نزار الشعري اللي يخدم على الشباب وفجأة اسمه يصبح تراند؟ من هو نزار الشعري اللي يسمه يجبد في تسريبات خاصة ويتحكي عليه وكان يتعدى رئيس وكان ما يتعدىش رئيس؟ من هو نزار الشعري اللي اسمه موجود في قائمة طبيضة مهال وفساد وغيره وأنه محل متابعة للقطب القضاء المالي؟ من هو نزار الشعري اللي يقول لك أنا سأكون رئيس تونس القادر؟ سعمت دور لور بتتعدى ولا فهمت دور ثاني؟ لا هو يزم يكون فهمت دور ثاني فهمت دور ثاني؟ من هو نزار الشعري؟ ونحب إجابة مقنعة تحترم ذكي وذكي المستمع؟ لا يعني إذا تحب أنت نزار الشعري الإنسان هو مواطن تونسي كأي مواطن عنده باركورم تيها بعدك أنا كسياسي دي هو مواطن نزار شعري تحب نعطيك تعريف ثلاثي الأسماء الرجل الغامض شكوله هذا؟ هو وطني محافظ ليبرالي سهلة ياسر اللي عبيدي تقرأ البوليتيك الكل تجم التباحة وطني أنا ضد العولمة وكل مقتضاياتها والهجمة الكبيرة اللي يحكي عليها الدكتور صادق شعبان في نهاية الجغرافية وعودة التاريخ نحن والعولمة في التسعينات لكتاب هذية من المفروض له كتاب مرجع ويتقرأ عليه أجاب فيه فوكوياما على كتابه الشهير نهاية التاريخ واللي اليوم ما زلنا عاشين في تتبعات العملية هذية شكونوا نزار الشعري اللي اسمه يجبد في تسريبات؟ شكونوا نزار الشعري اللي موجود في قضايا فسيد مالي؟ شكونوا نزار الشعري اللي هني رئيس سينيغار اللي يمت هذي ويبطلو تهنئة؟ إذن هو هذو من الكل اليوم نزار الشعري إذا اسمه توجد في تسريبات سيكراه موجود في الساحة السياسية حتى ولو أنه ما كانش يتشدق وما كانش يحكي وإلى غير ذلك اليوم يعني فهو قريب من الساحة السياسية بشكل أو بآخر حتى ولو ما كانش يقول ثم اسمه موجود في تسريبات تسريبات الحمد لله تلمت وما ثمحت شيء وما ثماش قضايا إلى غير ذلك إذن هي بالفعل كانت عملية متع هرسلة والحمد لله هتلمت وهنا توكل إن شاء الله معاش تتعاود علينا لحكاية هذي احنا نحب واش تتعاود ثم نزار الشعري اليوم مثلا لحكاية تشكر الرئيس السينيجالي أو الطلب منه أنه يدخل مع الرئيس المالي اللي كنت قابلته ستة شهر التالي كنت سعيد بما أني عضو أو الأخ الكبير نسميه احنا بتاع السيزال هي كونفيدرائيلة إفريقية للطلبة وتلمين خهم الكبير هم يسميوني وانا ذي فخر الكبير على خاطر شايفوا الشي اللي عملته في تونس من خلال تونيبيزيون المرح لجي تصبح بير فتصبح قديس يمكن غادي يقول لي ويعبدوك في إفريقيا هو تقول ليش ملك ملوك إفريقيا سي نزار شوف أولا بالتبع عنتي تقولها بعملية تهاكم لكنا نحن نفتقد اليوم اي أنا نفتقد اليوم اي أنا نفتقد اليوم اي رئيس تونس القادم يوحكم عن نوايا ما تجمش ما تجمش يعني ذيك عليش أنا مش نقول لك اليوم ملك ملوك إفريقيا اللي هو العقيد معمر جذافي الله يا رحي علي رحمة الله ايه الناس اللي تعرف عليش مات تعرف انه رجل من نجمه كان نترحمه عليه هو في الحالات الكل لأنه اليوم اللي حب يعملوا الجذافي في انه يعمل عملة إفريقية معناتها بواحدة اللي أكيد واحدة من الأسباب الكبيرة اللي خلت فرنسا وساركوزي ومعاه إيطاليا ومعاها مجموعة دولية كاملة تهبط بثقالها الكل باش الله يرحمه والحديث الندب الندب مع أوروبا ايضاً أنا بالنسبة لي اليوم إفريقيا يزمها تخرج لماذا لا نكون ملك ملك إفريقيا ومش هذي المطروح أنا فقط رئيس تونس القادم وأمنيتي نرجع نشوف قرطاج عظيمة من جديد بهي سؤالي لك سيد نيزار الشعري وانتمنى زادا نشوفه قرطاج عظيمة معاك سؤالي لك سيد نيزار الشعري ومحيرني بصراحة بكل من نجم يعني في حدود الممكن العلم هذي الحلم متاعك والثيقة الكبيرة اللي تقول به يمكن اعتقاد منك للوادات ركسيون قانون الجذب تقول اعتقد في حاجة برشة توجيني ممتاز وهو علم كامل وطيار من الفكر السوفي إلى آخر العلوم في هارفارد يأخذوا بيه الوادات ركسيون بقى كان الصندوق يعطي نتيجة أخرين فكيفاش بش تكون لك سدمة معانش بش ترشح منزلت بش تترشح هي كما يقول العظيم نيلسون منديلا انا لا افشل البتة انا انجح او اتعلم يعني في النهاية انا كنت بش نترشح في 2019 والعبيد الكل تعرف انه كنت حاضر بش نترشح وعند تسكيات وما قمتش بالترشح لي فهمي للحظة اليوم ايضا فهم جديد للحظة واللحظة هذه تقتضيني نترشح ولينفوس في الانتخابات الجاي وانك تفوس في الانتخابات الجاي تبيعه انا معنطا ما فياش اشكال اه الكل هم انا به انتي اخرجتا انتي رئيس تونس دور الثاني لو يكون فيه مثلا السيد قيس عيد ولو استاذ عابيرموسي لش كنت تساوت نزر الشعر لا هذه فرضية زيدة معنطا اه مش ورد تنتصر على الجميع هي مش حكيت تنتصرها هي مش عاركة مرة اخرى هي اليوم كما حكيت ما عارك انتخابي شوف اليوم انا نعتقد مش عاركة عارك عارك هنقول لك السياسة والانتخابات وهذا في زاهرية ليباشن بيغوا زيد الى الناس اللي يعنو دخلوا شدين يدينا ومحلاك كما كلمة قولتلك مرة اخرى 했어 ما و lake نهارة الي تفهموا كيفاش تلاع قيس صعيد في 2019 فاهم ما هوデوري ما هو زر كنت قريب ما هوش دوري فا انت نهارة تفهموا كيفاش تلع قيس صعيد في 2019 وتفهم بش exterminو بش يطلع نزر الشعري في 2014 بشCH ولطلع بالصندوق قيس صعيد إذن يزار الشعري مشي تلعب لصندوق. عندك شعبية اليوم يزار الشعري كتدور؟ إنتي قلت في المقدمة بتاك إنه الفيديو ويات قادة تتشاف وإنا قاعد برشة تعليقات بالباهي بالخيب. إذن هي شعبية. مبعد ليك الشعبية فيها تنمر وتندر هي شعبية. برش عبيد يحبوا مثلا يقربوني لصورة زيلنسكي ولا صورة ترامب. ونتم كعملية زيلنسكي في اللخر كانت عنده شعبية عبيد تضحك عليه. ولا رئيسه قاعد يعمل في حرب شعلا دخلتنا الحرب العالمية. وحارب صحيح. اليوم ترامب نهارة اللي عمل الخطاب بالانطلاق متاع الحملة الانتخابية متاعه في الفين وخمستاش. اللي عبيد قريب شطيش عليه تمطر. اليوم. كما شكك حتى في نتيج الانتخابية الأخرة ترامب وقال مخشوش. وطبيعة الانتخابات الأخرة كانت غالطة في أمريكا. واليوم ترامب مش يرجع من جديد وسينتصر من جديد. وهو تيار ترامب بوتين تشي إلى غير ذلك من القيادات العليا في العالم اليوم. هي اللي قادت تنقذ في العالم لأنه ليش كان مش كان في تونس ولا في العالم أشب. في العالم. السجل المدني والقانوني لازم يكون نظيف. الحمد لله. نظيف تتوفر فيك شروط. كنظافة الثوب الأبيض من الدنس. نظيف. الحمد لله. ما استعد كل الآليات متوفرة لإمكانيات المادية. والله أنا نعتقد أنه اليوم هذي مهوش متاع اللحظة. هذي راهو إعداد فريقك قدش فيه تول يوم معه. ما شاء الله. قدش عتي نرى. ما شاء الله. مش هو هالتقوى اللي هبتت عليك. ما شاء الله مش تقوى. وقت واحد يقول ما شاء الله معنا التقوى. علم هذا علم. يا سيد ماشي مش نجاوب. هذي من الأسرة ما نجاوبش عليها. ما عندك شرق. لو ثم واحد يجيك يقول لك عندي فريق وما عنده شرق محمد. يعطيني رق. معنات هذي استفزاز نفوة عسلامة. هذي فوت عسلامة ودخل فيه مرحب بيك. ما تحبش. ما تحبش. ما تحبش. تنتمي العائلة دستورية وتقول لي أنا دستوري. تقولوا هذي. تجمعي. تجمعي حتى. به منظر الزنيدي تعتبر منافس. لا لا. لا لا. ما هوش في الحجم. لا بالعكس بالعكس منظر الزنيدي شخصية ممتازة. وأنا نتمنى أنه يترشح لأنه ما زال معلنش على الترشح. ما زال معلنش. إذن نتمنى أنه يترشح لأنه فيه إضافة. ولكن في النهاية أنا ما يقلقنيش منظر الزنيدي لأنه محناش فرض خزانة انتخابي. تجمعين زوس. لا أنا أولا ما قلتش أنه أنا فقط متوجه للتجمعين. والدليل على ذلك. والتصوير اللي حطيت. والدليل على ذلك قلت لك أنا اليوم تصويره أكبر وأشمل. اليوم بطبيعة أنا مع الأصدقاء والأحباب متجمع. ولكن اليوم أنا نعتقد أنه متوجه مش يكون للعائلة التنسية بصفة عامة. به. لو تكون رئيس منظر الزنيدي يكون في حكومتك مثلا. إذا يرغب أنا يكون لي شرف أنه منظر الزنيدي يكون في حكومتك. به. ولكن أنا ما نجمش إنه نجي. قتلي مش في حجمي قتلي ما ينفسنيش به. عابير موسي تنجمت نفسك؟ لا بطبيعة على. بطبيعة على. حاسم في هذي قاتل. لأسباب موضوعية ما نحبش ندخل في بش نناقش. وحطيت تصويرتها وتسينت فاهم. لذلك معناتها لمحبة للعباد اللي تفهم راهوا اللي نعمل فيه الكل فيه نية لمحبة مش نية التقليل من الشخص أو. هذي اللي نحب نقوله للتوانسة الكل بربي كيف تقراه اللي قاعدين على الأقل نزار شعر يعمل فيه. أقراه بمحبة راهوا نيتي صافية وفيها ببرشة محبة للناس كل. قول فالحمدي مثلا ما شفتكش في حتى وزارة حتى تحكومة كيف. ما تجمش خطر أنا الرئيس جزي ما تجمش شوفني شو وزارة. أنت تشوفها في وزارة معك؟ علش لا يعني كل الناس مهما كان التواجد متاح انا اولا ما نحجر حد بالجاء. ايه بلغة شعر. فدينا من الحجر. ايه انا ما نحجر حد. وكنت انا وقت اسمها تقترح ألفا الحامدي بش تكون وزيرة خارجية في عهد حكومة السيد. يذكروا بالخير كنت من اول العباد وانا وقتها ما نعرفهش. يعني عملي ما قابلت معها وهي في فرنسا وفي امريكا. في امريكا. قلت انو انا حاجة باهي انو نفكر وفي وزيرة خارجية شابة كما الاستاذة ألفا الحامدي. اذا لا بالعكس. ده من رمو كنت في باريس. كنت في باريس. كنت في باريس الأسبوع. جمع اللي تعديت. قابلت سيد منذر زنيدي غالي. لا لا حقيقة لا. نبي القروي. حتى واحد. يوسف شهد. سنونا نمشي نبحث. لو كان قابلوا ماذا ما يكوننا نمشي نبحث. وانا ما نحبش نمشي نبحث. لذا ما غير ما ندخل في تفاصيل. بحثت على حاجاتك من هكا سابق وما نحبش نعود نمشي نبحث. يزي منو هذي الكل. بيه. واخيرا مزيروا ثلاثين ثاني. اشتحب تقول التوينس اللي اسمو فيك. اولا عيشوا الفرحة الانتخابية. خليوا الناس تترشح. خليوا الناس تعبر على اراءها. انتم بتبع عندكم الحرية في انكم تعبروا. وخاصة كونوا موجودين نهار الانتخابي. اختاروا. اختاروا. مهما ان كان نزار الشعري غيره اختاروا. كونوا موجودين. وعبروا على الوطنية متاعك. الوطنية متاعك راهي انك تمشي وتختار. اذا ما تختارش انتي راهي يختاروك. شي اختار في مكانك. نزار الشعري انسان حقود ولا له. بالعكس. مش حقود. معناها اليوم حتى من بعض الاعلامين. محبيتش نتقول لك بالذمة اسامي اليوم. لو تصبح في مكان السيادة تترفع لك كل هذي وتتجاوز. بالعكس. حتى اللي قالوا عليك. وممكن يكونهم المستشارين المتاع. اه. بديك تشري فهم طريقة غير مباشرة. لا بالعكس. واضح. لانه اليوم. خي نفسر لك. موفم الترهيب والترغيب. انتي ماشي اكثر في الترغيب. لاني مع الترهيب لا مع الترغيب انا مع الوعي. نهارت نفهموا انه البلاد هذي يزمها برشة وعي. برشة محبة. وقتها نربح ونسكن. سيد نزار الشعري دي ما نقول لك نحب الحوار معاك. ما يكفيش وقت. ان شاء الله نشوفك في اقرب الفرص في المكان اللي تتمنيه انتي. شكرا لك سيد نزار الشعري. تحياتي لكم مستمعينا. نتقابلوا غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة مع ذيف جديد. مش نخليكم مع ايه بالغايب. باي باي ويا مرحبا.